الطرد من العقار والتهديد وعدم استلام العقار هذا ما واجهه مئات السعوديين من من تم الاحتيال عليهم بعقود عقارية وهمية في تركيا تفاقم المشكلة وازدياد الضحايا دفع السفارة السعودية في تركيا إلى أسدار بيان أوصد فيه بتواصل المواطنين معها لمعرفة الإجراءات القانونية ولمعرفة مدى مستقية الشركات العقارية قبل الوقوع في الفخ التسويق الذي مارسه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي وغيرهم للعقار في تركيا تسبب وبحسب المحام محمد التمياط في تورط الكثيرين الحكومة التركية ضدنا كمواطنين سعوديين يعني زي ما ذكرت ضد المملكة ضدك أنت أنت بالتالي مواطن لهذا البلد فلما تشوفك إذا أكيد أنه يكون مستهدف بحيث أنه لو تمت يمكن حتى كأجراءات قانونية من نحيتهم يتخذون ما في ذلك الحدة في الإجراءات لما تكون مواطن سعودي يكون فيه تساهل ضد هذه الشركات في عمليات النصب ورغم حالة الإحجاب من مواطنين سعوديين عن الذهاب إلى تركيا إلا أن الشركات التركية لا تزال تبحث عن ضحايا جدد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تواصلنا مع عشرات الأشخاص ممن عانوا من النصب والاحتيال المنظم في تركيا بحسب تعبيرهم في مجال الاستثمار العقاري البعض منهم رفض الحديث معنا لأسباب تتعلق بقضايا مرفوعة ويرجعها مع السفرة السعودية في تركيا والبعض الآخر رفض الحديث لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية نظرا لزيارات سيقوم فيها إلى تركيا لمراجعة أوضاعه هناك طبعا اعتمادا عن الوضع الحالي طبعا اللي تورط تورط لا يعينه ولكن حتى من قبل على السياحة كسياحة كان في مشاكل مع السياحة مع السعوديين في تركيا فكاستثمار صراحة ما كان ينصح فيه أساسا من قبل تكلمت السفرة عن كثرة الشكاوي أنا أشوف أنه تورسك يعني كمستثمر تورسك اللي أشوفه الآن أنه لا والله أنه الاستثمار هناك مش آمن جدا خطير يعني في نهاية أنت ممكن بس ترمي فلوسك يعني بحسب مطلعين فإن الاحتيال لم يتوقف عند صغار المستثمرين الجاهلين بالقوانين التركية بل طال مستثمرين كبارا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال منظمة عبدالحسن الحربية العربية الرياض عبدالحسن الحربية الرياضة